يعد الأمن الغذائي من التحديات الرئيسة في الوطن العربي فعلى الرغم من توفر الموارد الطبيعية من الأرض والمياه والموارد البشرية فإن الزراعة لم تحقق زيادة المسادفة في الانتاج لمقابلة الطلب على الأغذية بل اتسعت الفجوة الغذائية وأصبحت الدول العربية تستورد نحو نصف احتياجاتها من السلع الغذائية مفهوم الأمن الغذائي الذي يعني بحسب منظمة الأغذية والزراعة الدولية الفاو توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين للوفاء باحتياجاتهم بصورة مستمرة من أجل حياة صحية ونشطة يحتم على الدول العربية السعي بكل جدية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالاعتماد على مواردها وإمكاناتها في إنتاج احتياجاتها الغذائية محليا المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية أشارت إلى أن عجز الأمن الغذائي في العالم العربي يقدر بـ 34 مليار دولار عام 2017 فضلاً عن الدراسة التي قدمتها الأمم المتحدة والتي جاء فيها أن الدول العربية غالباً لن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وستواصل اعتمادها على التجارة لتوفير احتياجاتها الغذائية حتى عام 2030 المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي عموماً والعربي خصوصاً في ظل أزمة معقدة ومركبة نتيجة تفشي فيروس كورونا تتزايد مع تزايد عدد الإصابات حول العالم دون أن تضع الدول العربية الخطط اللازمة لمواجهة تلك التحديات الواقع الحالي للأمن الغذائي العربي العاجز ليس وليد اليوم بل هو تراكمات سنوات سابقة تفاعلت فيها العوامل الطبيعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن انتشار الأوبئة والأمراض وانعدام التخطيط الستراتيجي الإنمائي في الميدان الزراعي وإلا فإن زراعة أرض السودان وحدها كفيلة بحل مشكلة الغذاء في الوطن العربي إن قضية الأمن الغذائي هي قضية حياة لا ينبغي تركها للظروف المتغيرة ولا للعوامل الخارجية التي تتحكم فيها وبالتالي التحكم بالحياة